بدأت الأزمة منذ أعلان إثيوبيا عام 2010 تدشين مشروع السد وفي العام نفسه وقعت اتفاقية بين ست دول لحوض النيل هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبروندي باسم اتفاقية عن تيبي دون إشراك مصر والسودان وقبلت أنذاك برفض القاهرة والخرطوم إذ أنه بموجب هذه الاتفاقية تنتهي الحصص التاريخية في مياه النيل لكل منهما عام 2011 وقعت عشر دول وقعت مصر وأثيوبيا اتفاقا بتشكيل لجنة دولية لدراسة آثار بناء سد النهضة وصدرت تقارير بضرورة إجراء دراسات لتقييم آثار السد على دولتي المصاب لكن المفاوضات توقفت بعد رفض مصر تشكيل لجنة فنية من دون خبراء أجانب تم استناف المفاوضات مرة أخرى وفي 2014 اتفقت الدول البلدان الثلاثة على اختيار مكتبين استشاريين دوليين لعمل دراسات بشأن السد ثم وقعت البلدان الثلاثة وثيقة اعلان مبادئ سد النهضة لكن المكتبين الاستشاريين انسحبا لعدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية في مايو عام 2017 اندلع الخلاف بين الدول الثلاث بشأن تقرير مبدئي حول سد النهضة وأعلنت القاهرة أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية واقترحت على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية التي تبحث في تأثير السد على دولتي المصاب وهو الأمر الذي رفضته إثيوبيا ثم دخلت واشنطن على خط الأزمة وعقدت اجتماعات انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد خلال شهرين لكن لم ينفذ أي شيء من هذه التوصيات حتى الآن ثم تدخل الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر لكن مساعي الاتحاد لم تصل إلى حلول أيضا إلى أن اقترح السودان أوائل العام الجاري إشراك ربعية دولية في المفاوضات بدور الوسيط والمسهل تتمثل في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وهو ما رفضته إثيوبيا كل هذه الجولات والمفاوضات لم تفلح حتى اليوم في إحراز أي تقدم في الأزمة لكن الجميع يعولوا على مفاوضات كنشاسة من أجل إيجاد صغة مرضية للبلدان الثلاث تنهي أزمة هذا الملف وتضع مصلحة الجميع في عين الأتبار حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير في الأمن القومي والشؤون الأفريقية محمد عبد الواحد أهلا بك سيد محمد هل تعتقد بأن مفاوضات كنشاسة يمكن فعلا أن تحدث خرقا في جدار جمود هذه الأزمة أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين لا شك أن هناك تباين في وجهات النظر بالنسبة للدول الثلاث كما أن هناك تباين في الدوافع للدول الثلاث الدولة المصرية تريد أن تحصل على اتفاق شامل قانوني ملزم يضمن حقوقها التاريخية وانسياب المياه إلى نهر النيل مرة أخرى بنفس الحصة القديمة مع المشاركة في عملية إدارة السد وده من خلال اتفاقية قانونية الموقف السوداني الحقيقة تغير من فترة وحاول أن نضم شوية إلى الموقف المصري كان سابقا بيعتمد موقفه على عدد من الدراسات الوطنية التي رواجها النظام السابق ولكن عقب الميل الأول استطاع أن يجد أو يلمس بنفسه خطورة السد وده الحقيقة بتشكل خطورة كبيرة جدا على السودان نعم سيد محمد نحن بالفعل استعرضنا تاريخ هذه المواقف نود أن نعرف اليوم مفاوضات كنشاسة هل يمكن أن تقدم أي جديد خصوصا أنها أتت بعد رفض إثيوبيا لمقترح السودان بإدخال الربعية الدولية للمراقبة وأعطاء استشارات في هذا الشأن تمام أنا بوضح الرؤية الثالثة وهي الرؤية الإثيوبية التي ظهرت خلال المفاوضات يعني في مفاوضات بدأت من أمس على المستوى الفني والنهاردة على مستوى الوزراء ولكن وجدنا أن التصريحات الإثيوبية من مسؤولين قبار في الدولة تصريحات غير مسؤولة وتصريحات قد تعكر صفه المفاوضات وجدنا تصريحات رئيسة الدولة التي تصر على ملء السد في موعده سواء تم التوصل إلى اتفاق أو من عدمه لاحظنا اتفاق دينا مفتي أمس المتحدث الرسمي على إحدى القنوات ثم يتراجع في الأول يقول أن الماء الفائد من المياه بعد تخزينه سوف يتم بيعه لدول أخرى ثم يتراجع عن هذا التصريح سمعنا تصريحات السيد وزير الخارجية ووزير الرأي أيضا كل هذه التصريحات هي تصريحات الحقيقة استفزازية ولكن بيجمعها عوامل عدة أولا فيها نوع من الاستعلاء فيها نوع كمان من عملية الاستحواز والسيطرة على النهر والسيادة على النيل الأزرق وباعتباره نهر يسيوبي خالص على الرغم من أن هذا يتنافى مع القانون والأعراف الدولية فالنيل الأزرق هو نهر دولي خالص عابر للحدود وعابر للقراط طبقا للتعريف الموجودة في القانون الدولي والأعراف الدولية الإصرار الإثيوبي خاصة بالتزامن مع أن هناك مفاوضات في كنشاسة إلا أن هناك إصرار على إتمام عملية الميل الثاني منفردا حتى لو ما وصلنا إلى اتفاق المنزل هذه التصريحات ليست بالجديدة وهذا كان موقف إثيوبيا في الآوينة الأخيرة لماذا بالرغم من هذه التصريحات وتحفظ إن كان مصر أو السودان عليها قبلتا بالتوجه إلى المفاوضات لماذا أعطوا فرصة للمفاوضات وهم يعلمون مسبقا موقف إثيوبيا إحنا عايزين رأب الصدع في المنطقة يعني إحنا حضرتك لاحظنا الأسبوع الماضي هناك تصعيد كبير جدا من كلا الأطراف سواء من مصر أو من السودان أو من إثيوبيا تصريحات عنيفة بنحاول أن نرجع تاني لمائدة المفاوضات نحاول أن نحن نحل المشكلة عن طريق التفاوض أفضل من السيناريات المختلفة يعني ما فيش حد في الدنيا أبدا هيقبل السيناريو العسكري أو السيناريو الصعب في هذه الفترة في هذا الإطار خاصة أن المنطقة كلها منطقة مهددة ومفككة بمعنى أنك تحدثت عن سيناريوهات مختلفة منذ قليل كان هناك تصريح لوزير الرئي المصري قال فيه بأن هذه الفرصة الأخيرة لإيجاد حل لهذه الأزمة وإلا سيكون هناك سيناريوهات أخرى وكان السيسي تحدث أيضا في هذا الإطار ما السيناريو الآخر في حال فشلت مفاوضات جنشاسة؟ سيناريوهات عديدة يعني طبعا لما سيد وزير الرئي يتحدث عن الفرصة الأخيرة نحن بقى على فكرة يومين دول بنحتفل بالذكرى العاشرة لتتشين السد يعني كان في إبريل 2011 وإحنا هو في إبريل فبنحتفل بالذكرى العاشرة بعد عشر سنوات لم نصل إلى أي حلول بل بالعكس إحنا لسه في المربع صفر وبالتالي عندما نتحدث عن أن دي الفرصة الأخيرة فإن الصبر قد ضاق بنا وبالتالي يمكن أن يتم التصعيد والتصعيد هنا ليس له صقف يعني أهم شيء أن لا يتم المساس بحقوقنا التاريخية ولا يتم المساس بالنهر ويجب أن نكون مشاركين في عملية إدارة السدود وعندنا تغارب كثيرة جدا في المنطقة يعني من الأهمية أن يتم المشارقة في عملية الملء وعملية إدارة السدود بعد الملء حتى لا تتحكم الدولة الإيسوبية في المياب الكامل ويمكن أنها تستخدموا لأغراض أخرى زي ما قلت لحضرتك مثلا بالأمس تصريحات تقول أنهم هيبيعوا الفائد من المياه تصريحات غير مسؤولة من مسؤول تصريحات البنى أن الأرض أرضهم وسيادة على النهر سيادتهم هذه تصريحات أيضا غير مسؤولة باعتبار أن هذا النهر كما قلت لحضرتك أنه يعتبر من الأنهار الدولية عبر الحدود شكرا جزيلا لك الخبير في الأمن القومي والشؤون الأفريقية محمد عبد الواحد كنت معنا مباشرة من القاهرة شكرا لك